فقال النبي فمن أين تأخذ الوحي أنت يا جمرئيل فقال أأخذه من إسرافيل فقال ومن أين يأخذه إسرافيل قال يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين إسرافيل يأخذ من ملك من الملائكة أيضا من الروحانيين قال فمن أين يأخذه ذلك الملك أيضا من الروحانيين فمن أين يأخذه قال يقذف في قلبه يقذف في قلبه يعني الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب ذلك الملك يقذفه الله أيضا هناك تتم لكلام أمير المؤمنين قال يقذف في قلبه قذفا فهذا وحي النبي يقول هذا القذف هذا وحي وهو كلام الله عز وجل ثم يقول أمير المؤمنين وكلام الله ليس بنحو واحد شنعا حائدا كلام الله وكلام الله ليس بنحو واحد منه ما كلم الله به الرسل هذا واحد ومنه ما قذفه في قلوبهم أي أن الله يقذف الكلام يوحي الكلام في قلب النبي عن طريق القذف يقذفه ومنه ما قذفه في قلوبهم ومنه رؤيا يريها الرسل ولذا نحن بناء على هذا الكلام نعتقد اعتقادا جازما أن رؤيا الرسول بالنسبة إليه حجة أما بالنسبة لنا فليست حجة رؤيا النبي بالنسبة إليه تكون حجة ومنه رؤيا يريها الرسل ومنه وحي وتنزيل أن ينزل ملك ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله سبحانه وتعالى